عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عضو الحزب الجمهوري التقليدي اليمني أدوار فليب كرئيس للوزراء يوم الاثنين تم تعين أدوار فليب رئيس للوزراء فرنسا حسب ما أعلن أمين عام الرئاسة الفرنسية أليكسي كولر في قصر الإليزي ولد أدوار فليب في عام 1970 في مدينة رون شمال غرب فرنسا ودرس في معهد العلوم السياسية في باريس قبل مواصلة دراسته في الجامعة الوطنية للإدارة وتولى فليب رئاسة مجلس منطقة نورماندي وعمدة مدينة لوفر وغيرها من المناصب في الحكومة والبرلمان وترى وسائل الإعلام الفرنسية أن تعين إيمانويل ماكرون لفليب الذي بدأت حياته السياسية من أحزاب اليسار رئيسا للوزراء يظهر روح التضامن والانفتاح ومن جانب آخر تعتقد أن تعينه يخلق موقفا مواتيا في انتخابات جمهورية الأمام لتقسيم الحزب الجمهوري اليماني أذى وتولى الرئيس الفرنسي المنتخب مهامه رسميا يوم الأحد الماضي